لطالما تتساءل لما تخترق جهاز او حتى تطبق اختبار اختراق على موقع كيف تخفي نفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر في الدس جديد كيف اخفي نفسي او كيف اتخفى سؤال دائما ينسل بس قبل انبدأ الفيديو اعطني اللايك واشترك في القناة رح تسعدني كثير وعطينا اراءكم في الكومنت اذا المواضيع اللي نريد نتكلم عنها كيف تخفي نفسك في اساليب معين تستخدمها عشان تخفي نفسك فيها بس ابي تعرفون ابيكم تعرفون حاجة ما تكتر ستتخفى 100% مستحيل رح تتخفى بس يصعب عليهم يلاقونك طبعا في بعضهم يقول لا خلاص استخدم من VPN وخلاص لا ابدا ابدا ما يكفي حقه وين مكانه لو كان خاص مكان السعودية بيطلع ترهو في السعودية موجود مكان فناني طبعا هذه الليها دخل في الاس بي الشي اسمه في الانترنت سيفر مثل السي سي سي موبايلي الماك ادرس تقدر تغير الماك ادرس حقك طبعا في الفيديو هذا رح نركز على الماك ادرس كيف تغير الماك ادرس حقك اول شي ابي اوريكم لما نكتب الفيديو الماك ادرس حقي هذا احد في العالم تنسل الماك ادرس حقك لو جاب الماك ادرس حق الجهاز حقك الاساسي تمام طيب هذا هو الماك ادرس حقينا أوكي طيب كيف تغير الماك ادرس في عدا موجودة ومحملة في الكالي اسمها ماك تشينجر لما نشوف الهلب كماند أوكي طبعا نحنف الغلط أوكي هلب كماند فيقول لك هنا فيه كماند تستخدمه عشان تغير الماك ادرس طيب خلنشوف اول كماند موجود خلنكتب معكم ماك اس بعدين نضغط تاب عشان يكمل الكلمة طيب فيه الاس الاس اللي هي وريك الماك ادرس حقك بس عشان تستخدم الكماند لازم تستخدم بوريك مينا ال هنا انتم تستخدم هنا اثن نتسيرو اللي هو اللي خاص فيه الشبكة الداخلية لاخر تمام حق الكالي البي ام وير تمام طيب اثن نت زيرو نبغط عليها ميش راح يقول لك كورينت ماك ادرس الماك ادرس الحالي الخدمة حقته البي ام وير او المكان حقه البي ام وير انه انا مشغل على البي ام وير و برمنت ماك ادرس تمام هذا الدائم موجود دائم يعني هو الماك ادرس ممكن انه يتغير بشكل مؤقت بشكل كلي تمام طيب نجوف اول كماند ماك تشينجر اول كماند اللي هو A وش يقول ست عارض ماك ادرس بشكل كلي يقول لك هنا شرائكم اوريكم بعدين اشرح لكم دقائق نسيت تتي هنا طيب وش سوينا قال لك هنا كورينت ماك ادرس الماك ادرس الحالي هذا الماك ادرس الدائم هذا النيو ماك ادرس هذا نيو ماك ادرس تمام طيب يوم تغير الماك ادرس وهنا الخدمة مثل ما لاحظين هنا الخدمة تغييرها أي وش وضعها رح يجيب لك راندوم ماك آدرس و رح يجيب لك راندوم السيرفس تمام والسيرفس أبوريكم اللستة الموجودة تمام بعد شوي السيرفس مثلا بي ام وير لينكس هواوي دل هذي هي المانيفاكتر حقك تمام كيف يتم تحديد المانيفاكتر من ماك آدرس أول ثلاث خانات هذي خاصة في المانيفاكتر آخر ثلاث خانات هي الماك آدرس حقك تمام اللي يكون برمزية فأول ثلاث خانات هي المانيفاكتر ركسوا عليها شوي هذي تمام طيب في كماند ثاني لو نقول ماك تشينجر كماند الثاني اللي هو P P وشو يرجع الماك آدرس حقك القديم شوف هذا كورينت ماك آدرس الحالي هذا الدائم ونيو ماك آدرس وشو ورجع نفسه طيب شرايكم نشوف الكوماند اللي هو الار وش يسوي طيب خليني نشوف الماك آدرس الار طبع حطت سام فوق عشان بس الوقت طيب الار خلنشو شو يصير قال لك الماك آدرس كورينت هذا البرمزن ها طبعا مايتغير هو نفسه نيو ماك آدرس جاب لك نيو ماك آدرس جديد والخدمة شو النوم شا الفرق بين الار والفرق بين الاي الاي يعطيك خدمة عشوائية تمام الار النوم قوي في الاوقات هذي لانه مايحرف الماك آدرس هذي حسب هو الماك آدرس حقك هذا ومايقدر يشوف الخدم اصلا النوم مايطلع لشي طيب في كوماند اللي هو الال الال وش هو الال شرط لما قلت لكم المني فاكتر لأول ثلاثة جزئيات هي تعتبر الخدمة الموجودة تمام مثلا البيئم وير اول ثلاثة هذا خاص لبيئم وير طيب شرائكم نشوف لمايحط هنا ماك تشينجر ضغط بيطلع لك الليستات موجودة للاعداد لا تحصى متوما تشايفين هنا 18000 اوكي بوريكم مثلا هنا امثلة هذا ثلاثة خانات سامسونج اليكترنيك طيب هنا مثلا خلينا نشوف ابل كنا شفت ابل ها ابل تبعي ماك آدز حقب ابل تنسخ هذي كتر alt c اوكي تنزل تحت الان بس خلينا اوريكم الكماد من جديد او خلينا نمسح لكم اوكي الان نحن نصمم الماك آدز حقنا بشكل يدوي كيف تعلمي نكتب ماك تشينجر سلاش ام طيب هنا شو يقول لك عشان يساعدونك حط كم خانة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست خانات او ثلاث خانات وش قلنا كيف تحصل او ثلاث خانات لما تضغط اللي حنا نسوينا لستة خدنا هكي لستة طيب خلينا ننصف هذا حق أبل نضرب لو نحط النقصتين هذي تمام ومثال نحط واحد واحد اثنين ثلاث ثلاث كذا رقم عندنا لا تنسى الاثنين تصيره اللي انت تبتغير فيه ماك آدرس تمام نضرب ماذا قال لك الكورينت هذا هو الانناون القديم حقنا تمام البرمينت ماك آدرس هذا هو الاساسي والدائم النيو وش يقول النيو هال المك آدرس احنا مش حطينا اي اربعة سي اي ثمانية واحد واحد نثنين ثلاثة شوفوا هذا اي اربعة سي اي ات ثمانية واحد واحد نثنين ثلاثة واحد هالموم هذا المك آدرس اللي هو خدمة ابل فلما احد يشوف المك آدرس حقك يحسب انه ابل يحسب انه جوال ابل تمام طيب شراكم مشيك في ايف config او نخليها بالصفحة الثانية تخبرون في البداية وما سويت ايف config كان كدا شوف تغير ايف config ac ce 8f 1 1 2 2 3 3 هذا هو المك آدرس حقي طيب نبي نغير اللي ست انت جرب اللي تبين تحط المك ماك changer list اختار اي مانيفاكتر تبي سيسكو اي حاجة تبي تمام وتصمم المك آدرس حقك كدا راح تساعد ساعدك بالتخفي يعني انه المك آدرس يشوفون متغير طيب ياسر انت تقول المك آدرس حق الهاردوير ثابت يونيك ما حد مثله كيف تحط هذي لما احنا قلنا المك آدرس في شي المك آدرس حق ال NIC Network Interface Card هذي قطعة تمام قطعة هذي تكون في الكمبيوتر هي اللي تواصل مع السويتش اللي حضر دورة الشبكات بيعرف هي اللي تواصل مع السويتش لما يروح يشبك مع الكمبيوتر عشان مثلا يحصل هذا الكمبيوتر الاي بي لازم يتواصل مع القطعة هذي ولا ما يقدر يتواصل P Ethernet 0 وبكذا رجعت الماك آدرس حقك لو شاكنا IF CONFIG هذا هو رجع نسمه خلص نشرح من الماك آدرس هذا كل شي خص في تغيير الماك آدرس أتمنى نعجب كل فيديو إذا كنتم تابون نكمل الليستة البروكسي تشين و الدي نشرح هم أبي شوف منكم تفاعل وأبي شوف مقراء كم في اللي مفاهم الأشياء اللي قدامه وما يفاهم الNetwork Interface Card والتفاصيل هذي موجودة كلها في الدورة شراحتها بشكل مفصل مبسط واللي يريد خلال الدورة وراحل الخصم المجاني رح يكون فيه خصم وتكون الدورة بعشة دولار فقط يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة